أخونا عبدالله كان بيسأل عن الإمام في صلاة الجهرية شرع في القراءة للصورة مباشرة دون أن يقرأ بفاتحة الكتاب وأخ من الإخوة المأمومين اضطر أنه يذكر الإمام ويقول انت نسيت الفاتحة أو ما شابه ذلك فأخونا عبدالله بيسأل عن صلاة هذا المأموم صحيحة نعم صحيحة لأن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى قال أنه إذا التبس الأمر على الإمام ولم يتفهم تسبيح المأمومين فكلمه أحدهم منبها على خطأه في الصلاة فإن هذا الكلام الذي صدر من المأموم إنما هو لمصلحة صلاته وصلاة الإمام وصلاة المأمومين جميعا وبالتالي فهو كلام للحاجة والاضطرار فهذا لا بأس به شيء مباح ولله الحمد والمن خاصة أنه فاتحة الكتاب رقن في الصلاة يعني المنسي اللي فات الإمام أو فوته الإمام رقن لا تصح الركعة بغيره وبالتالي كان لزاما على أي أحد من المأمومين أن ينبه الإمام بالصورة التي ينتبه بها الإمام أنه فاته قراءة الفاتح فالشاهد إن المالكية أجازوا هذا وقالوا هذا كلام بسبب الاضطرار والحاجة والحرص على صلاة الرجل نفسه إنه هو المأموم وصلاة الإمام وصلاة المأمومين جميعا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد